تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الداني مارك الصديقة أعربت فيها عن خالص تعازيها لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى مستذكرة نسامات سموه رحمه الله في تعزيز الأمن والسلم الدوليين متمنية جلالتها لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه جلالتها من تعاز ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنية سموه لجلالتها موفورة صحة والعافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة عرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوافاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بإسهامات الفقيد في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومتمنيا فخامته لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعازي بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى مستذكرا جهود سموه رحمه الله في خدمة الوطن وتوحيد الصف العربي ومتمنيا فخامته لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعازي بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لفخامته منفور الصحة والعافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من سعادة أرسولا فون لعين رئيسة المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوربي ومن سعادة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أعربا فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه والشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله تراه مستذكرين مناقب سموه رحمه الله وجهوده الحكيثة والذي كان يبدلها لتعزيز الحوار من أجل تسوية النزاعات ودعمه للقضايا الإنسانية متمنين لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعت حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعازي ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنين سموه لهم موفور الصحة والعافية